أنا فادوى الزيدي من سلا، سلاوية عايشة في الإمارات من تقريباً 18 سنة تنخدم في المجال الإعلامي خدمت فترة طويلة المجال الإعلامي خدمت مقدمة فقرة سياحية في برنامج سباح الخيري عرب لمدة 7 سنين وقبل منها في محطات أخرى من بعد حالياً تندير مستشارة للوجهات السياحية طفولتي مثل كل الشعب المغربي في سلا كنت قرت في المدارس الابتدائية كانت فرباط بعدها المدارس الإعدادية والتنوية كانت في الأيوبي الطفولة عادية، مدينة سلاف ببوحاجة يعني أحياء شعبية عادية عندي ثلاث أخوان وأنا أكبر واحدة في العائلة طبعاً الأب والأم والأب كان أب عمر سيدي كان معتقل سياسي فطفولتنا كانت شوية مختلفة طبعاً بعد الدراسة التنوية والجامعية ما كملش الجامعة عملت معهد تبع السياحة بعدها اشتغلت في السياحة في الفنادق في الريسيبشن في أقادير اشتغلت بكلوب ميت اشتغلت بمطار أقادير كمان ريسيبشنست في المطار بعدها جت فترة جتني فرصة عمل في شركة سياحية في الإمارات دراسة معهد سياحية أصلاً كانت تفتح الأفاق أننا نشتغل في شركة طيران إن كانت شركة طيران مغربي أو شركة طيران لدول أخرى كان دائماً بيجينا بفرص أن شركة طيران بتعمل مقابلات عمل لتختار موظفين وكان الحلم أنه أشتغل مضيف الطيران فقط معين مش الحلم الهدف لأنه فقط معين لأنه درست هذا المعهد سياحة وكنا كان عملوا مقابلات عملت مقابلات مع أكثر من شركة اللي صار آخر مقابلة كانت عندي مع طيران الإمارات على أساس أنه اجتز تقريباً كل الامتحانات وظليت في آخر امتحان ما نجحتش كانت محتاجة أنه اللغة الإنجليزية تبعي تطور أكثر مباشرةً بعدها هي المعهد اللي كنا درسنا فيه هو نفسه بيجيب لنا مقابلات عمل وبيجيب لنا عروض عمل فجاب لي عرض عمل في شركة سياحية اسمها شرف ترافل موجودة هون بالإمارات فأنا قلت فرصة أنه أنا أتعرف على البلد وفرصة أمارس لغتي الإنجليزية أكثر لأشتغل في طيران الإمارات فهي كان جات لفكرة لأنه أرحل للإمارات يمكن مصاري كان مختلف وكان فيه مش صعوبات كان فيه تعرجات بزاف مني وصلت على أساس أنه حشتغل في شرف ترافل العمل بيبدأ طبيعي طبعا الواحد بيشوف البلد جديد عليه التأقلم كان جديد ما توقعت أنه البلد يكون بهذه الطريقة كان مختلف عليها من بعدها بعد فترة تغيرت نظرتي للعمل في الطيران فكرت أنه كان عندي حلم صغير وكانه صحى أنه أشتغل في الصحافة حاولت أنه ألتحق بمجال الصحافة كان صعب بالنسبة لي لأنه أنا مش درسة صحافة حاولت أحصل على العمل لأقدر أنه أشتغل فيه وأدرس بنفس الوقت فالتحقت بالجامعة هون بالجامعة عجمان ودرست أعلام وعلاقات عامة فقط من الأوقات كان صعب أنك كان مش صعب أنك تحصل شغل لأنه كانت فرص عمل كثيرة ولكن فرص عمل كثيرة لأنه كان العروض الناس اللي ما عندهمش عمل في البلد كانوا قلال الناس اللي بتيجي للإمارات خاصة من الدول العربية كان فقط من مصر من سوريا من لبنان من المغرب ما كانش كثير عائلات مغاربة ما كانش ساعتها فوقتها لما جيت ما كانش كثير كنات تعرف على عائلات مغاربة كان عددهم قليل المغاربة اللي بيشتغلوا في الأمارات كان عددهم قليل كمان فكان شوى ليت أقلم الواحد كان شوية صعب تعلمنا لهجات غير لهجتنا تعاملنا مع جنسيات الثانية خلى يمكن الأفاق تبعنا تنفتح أكتر أو يمكن صار عنا طبيعة التسامح بنتقبل جميع الجنسيات بنتعامل مع جميع الجنسيات أيام الدراسة كنت العمل اللي حصلت عليه اللي يعطيني فسحة أنه في نفس الوقت أعمل في نفس الوقت أدرس هو التحقت بالقنصولية الصينية في قسم الفيس كنت بشتغل في قسم الفيس في قنصولية الصينية الدوام كان 8 صبح للساعتين تين وبالتالي بعض الظهر فيني أنا ألتحق بالدراسة وأكمل دراستي فكانت هاي أحسن طريقة لأكمل دراستي بعدها أول عمل عملت فيه كانت مجلة أصفار عملت في الصحافة المكتوبة مجلة أصفار التحقت بشركة إنتاج تلفزيوني اسمها تلفزيون كون كمان عملت فيها لفترة معينة بعدها التحقتها التحقت بتلفزيون صانع القرار بعدها قناة الاقتصادية السعودية بعدها قناة الدولية كمان عملت في مجال الأخبار الاقتصادية بعد قناة الاقتصادية وقناة الدولية جات فرصة أنه ألتحق بقناة MBC فالتحقت بقسم الأخبار كمراسلة ومحررة بعد فترة من عملي في قسم الأخبار تحولت إلى قسم صباح الخير يا عرب برنامج صباح الخير يا عرب هذا البرنامج يومي لمدة ساعتين فيه عدة فقرات يتناول عدة مواضيع كل فقرة كان أحد المحررات هي بتكون مسؤولة عن الفقرة بتحررها وبتحضرها وبتقدمها كنت طالب مني أنه لازم أقترح فقرة أعمل عليها بما أنه كل محررة عندها فقرة فكل المجالات كانت الزميلات كانوا مشتغلين عليها إن كان الاقتصاد أو الاجتماع فطرحت فكرة السياحة بما أنه عندي خبرة شوية بالسياحة قبل طرحت فكرة فقرة سياحية وبدأت هاي الفقرة من سنة 2010 واستمرت ل2017 خلال سبع سنين زرت أكتر من 53 دولة عملت أكتر من 400 أو 500 فقرة سياحية لأنه كانت تعرض أسبوعيا وطبعا أخذت خبرة من كل هذه السفرات عملت علاقات مع كل المكاتب السياحية التمثيلية للبلدان الموجودة هون بالإمارات المكاتب اللي بترويج سياحي لكل البلدان اللي هي بالنسبة لها منطقة الخليج السوق سياحي فهي العلاقات وهي الخبرة اللي تعلمتها جعلتني خبرة سياحة وصفر نوعا ما فتحولت إلى مستشارة للوجهات السياحية طريقة تسويقهم شو لازم يعملوا كيف وبتعامل معنا على هذا الأسس طموحاتي بما أني صرت بحب السفر وصرت مدمنة على السفر طموحي أكمل أكتر من 180 دولة أزورهم كلهم طموحي أن السياحة تستطيع أن تنشر التسامح والإيمان بالاختلاف بين الشعوب وأنه ممكن عن طريق السياحة ننشر تقافة أنه نحن نتقبل بعض وننشر تقافة أنه نحن نحب بعض بدون مصالح وأنه أنشر تقافة أنه الواحد ممكن يكون سعيد بأبسط الأشياء أول نصيحة أنه حاليا المعلومة صارت أسهل الغربة مش سهلة نحن في وقت ما كنا نعرف عن بلدان كثير مثل اللي كان بفكر أنه سأذهب إلى هذا البلد سأجد النجاح يعني جاهز بسرعة سنجح وبسرعة سنجح وبسرعة سنصل للممكن ما حققته في بلدي المعلومة جاهزة حاليا في الإنترنت صار مسهلة على الناس شيء كثير أعرف بالضبط ما أريد أن أفعل في حياتي؟ ولماذا أعيش هذه الحياة؟ هذه هي أول شيء بالضبط ما أريد أن نبحث عنه ونرى أنه بالضبط عندما أذهب إلى هذه البلدان هناك طرق كثيرة أنك تهاجر بطريقة أحسن أول شيء بمنصب أنه مرتكز أحسن في بلدان نحن لا نفكر فيها الحياة فيها سهلة وكويسة لكننا نتوجه البلدان التي حياتها أصعب ويمكن أن نحتاج فيها فيزا ومعاناة والتعامل فيها ليس كما نحن نتخيلين وفي بلدان سهلة وممكن أن تكون هذه السنين فقط نصيحة التي أعطيها للناس أنا أغبت سنين عن بلادي لكن الناس الذين كانوا معي في نفس الجيل الذين درسوا معي نفس الدراسة الذين حققوه نفس اللي حقته أنا في بلدهم كان التعب يعني يمكن لو أنا مشيت مشوار ما هو مشوار تقريبا 18 أو 20 سنة عمرك ما ستوصل في سنتين أو ثلاث سنين ستوصل في مشوار طويل فهذا المشوار هذا وعشته أصلا في بلدي المغرب أكيد سنكون عندي منصب حاليا هو نفس المنصب لنا فيه أو ممكن يكون أحسن أو ممكن يكون أقل كل شيء يجب أن يتعب وليس سيكون أنه لا لو ضليت في المغرب أنا مش هننجح هذه الفكرة أنا أعتقد أنها مش دايما صحيحة ومش دايما لأنه اللي مش عنده عزيمة وليس عنده قدرة أنه يبني في أي مكان حتى لو حطيته مادرفين فهذا أنا مثلا ما كنت عارفة هذه المعلومات قبل عشرين سنة ما كنتش خليت أهلي وما كنتش خليت بلادي ما كنتش خليت أصدقائي وحومتي وجيراننا وجيت عشت مثلا صحيح أنا سعيدة بس أنه عشت مشقة لو وصلت كان نفس المشقة ممكن نعيشها في المغرب ونكون وصل نفس المنسب كان ممكن يكون عندي وطيفة ويكون عندي مرتب شهري ومستوى اجتماعي معين نفسه ممكن يكون حققته لأنه ليس مسيرة سنة أو سنتين هيا نفسها هتحققها فين ما حطوك لو عندك عزيمة إن شاء الله ما دري فين ما حطوك هتحققها اللي تعلمته من سفري الأكثر من 53 بلد انه اللي شفته فيه ناس عايشين بأبسط بكتير من اللي احنا بنتخيله تخليك تقدر حياتك كيف ما كان تقدر اللي رب نعطاهلك كيف ما كان لأنه بإمكان الواحد يعيش بأبسط الأشياء ويكون سعيد شفت ناس مبسوطين وتضحكوا في حياة أنا ما نتخيلش نفسي ممكن نعيشها معناته بمجهود صغير ممكن تكون سعيد صحيح أنا ما تنظرش ما تنعطيش نظرات يقولك أنتي بحيت عايشة مثلا بحيت شفتي ردك شي كتقولي أنا مثلا ما شفتش وما عاشت غير لما ضربت مشاقة طويلة أكيد أي حد هيد ضرب مشاقة طويلة هيشوف ويعيش لو أنت قاعد تحط رجل على الرجل وتتسنى الحياة تتحسن عمره ما تتتحسن موسيقى